ما هو السبب الأساسي الذي يدخلون سراعات بيناتهم بالتواصل؟ طبعاً هناك شخص واحد يقول لي أنه هناك شخص واحد طبعاً لا تتضرر مع شخص واحد تتضرر معها بزامة لها الشخصية ولكن هناك شخص يكون لدينا وعي لأننا كل شخص فينا عنده بزامة لها الشخصية كل مرة تطلع واحد شخصية ضربها مع الناس إذا فهمنا هذه المسألة هذه 800 مشاكل التواصل لما تبقى ناش لا معنات القرار ولا معنات بعض وعندما تطلع المسألة تطلع واحد ضرب فيها ثلاثة ديال البيوت كل بيت فيه واحد الشخص مختلف عن الأخوة بالطبع لياله، بالكاركتر لياله، بالاهتمام بذياله، بالأولاويات دياله طبعاً تطلعوا معي أهل ثلاثة ديال الناس يخرجوا ويهدرون بعضياتهم في نص لحظة مع شي بعد آخر طبعاً يديروا بزاف المشاكيل ويديروا بزاف الصراع كل واحد هنا في الداخل دياله عنده ثلاثة ديال أبعاد تتحددها الشخصية دياله وعندما تطلعوا التواصل كل مرة يخرجوا ويهدرون بعض الغرفة ويتكلم ولكن تخيلوا معي أهل ثلاثة ديال الناس الذين يكونوا في غرفة لديهم اختلاف الطبع واختلاف الاهتمامات والأولويات كلهم يخرجوا بشكل غير متنازيب لذلك أجل نعرفوا كل هذه الناس اللي ساكنيننا الداخل أو هذه الشخصيات اللي كينين معنا ونحن نتضعط لحظات ونعرفوهم ولا ندركوهم وخاص تعرفوا كاملين لأنه أول مرة عرضت فيها هذه النظرية بقيت أن أتحدث بزاف لأنه كثير من المواقف وكثير مرودة أفعال كتاب ديالها ببشرة عرفت هذا النظر ديال إيريك بيرن اللي هو عاني من نفس الكندي در الأوسطة الأمريكية تغييرت بزاف ديال الأمور في الفهم ديالي في التواصل وفي الغرفة معنا الكتاب ديالي هو ألعب يلعبوها الناس اللي هو التلميذ ديال الفلويت تطوروا لحد النظريات مع أعلم الناس التحديد التفاعلي تقول بأنه إذا كان ثويت يقول بأنه الداخل عندنا كين لهو والأنا والأنا الأعلى فإيريك بيرن تقول بأنك عندنا تلتا ديال تسجيلات تبدأوا معناه مصغر بحيث في ديس كدير ديس كدير ثميته الطفل وديس كدير ثميته الوالد وديس كدير ثميته الراشد هذو تخزنوا مجموعة ديال المعطيات فيها مشاعر فيها أحاسيس فيها معطيات معرفية وتكبروا معناه بثلاثة بهم كل واحد فيهم عنده واحدة مواصفات وعنده واحدة محددات هذه المشاعر مخزنا عنده في النفسية ديال هذه المشاعر فيها مشاعر ديال الفرح ديال السعادة ديال الخوف لأنه كين الطفل الحر اللي هو تدير مبغاه وما تعرفش مسؤولية وما تدير شي حاجة وكين الطفل اللي هو المكموع اللي تحسب الخوف اللي تحسب الحقراء اللي تحسب ولكن هذي كلها مشاعر كين عندنا مخزنا وخاتن كبرو تدفق على ثقافينه وباش تقدر تلك لها دي شوف عمية حاجة يكون مثبت ودايما تبلك معقول فالعرس ديال بنته تشتح بحالش ديال صغير إذن ذاك الطفل ولكن المشاعر ديال الإنسيابية والحرية في رد الفعل وفي حركة تتبان في مجموعة المواقف ناتلي اليوم ما تبلك أنه مكبار وفي يوم مواقع هذا ديال على أن كل واحد فينا عنده واحد طفل صغير تبغى أنه ينشارح تبغى أنه مرة مرة يعيش واحدة الاستقلالية واحدة اللاموبالات وما يفكر في تشي حاجة يدير شي حاجة بحالة يسدوك ديال طفل تبغى أن الحالة ديال الوالد الراحي تتمثل ذلك الجانب ديال المسؤولية ذلك الأنا التعليمي ذلك شي تتعلمه من صغر ذلك تحمل مسؤوليات ذلك تنظيم ديال الإنضابات ذلك دير هذي وما تديش هذي قاعد ذلك الأنا التعليمي تتلقوه ونحن عدد ثلاثين ثلاثين كبر معنا وتولي جزء من الهوية ديالنا واللي تتعلمه الحب والتقدير والاهتمام والمسؤولية بالعائلة والمسؤولية الأصدقاء ومفهم ديال الاحترام ومفهم ديال الأخوة هذا المفهم كله تنكسسبها من الأنا التعليمي أو الأنا التعليمي كما تسميها إيريك بير ومجي لأخرى الوالد الناقد وذلك الوالد الناقد هو الذي يمارس النقد وما تباع عجبات تشيح هذا وتكون إثم فعض لحظة تقول أنه تحصر مونيج أنا كبير أنا كدار تنعيان من دير الخطأ تنعيان من ساعد أي وحدي يلبس هذا الدور فهو تنتل أنا ديال الوالد الناقد يعني ما عجبوش الوضع دياله وما عجبوش القيمة دياله داخل المجتمع هذا الجوز لحالات تقول إيريك بير مهم ولكن الانا اللي هو ديال الوالد الناقد تصير بي وصان في السلوكات الترباوية لأنه تؤثر سلبيا على التواصل مع الأبناء أو التواصل مع الهائل وهذه الحالات أو هذه التسجدات كل حالة عندها مؤشرات حركية وعندها مؤشرات تتاة لغوية مثلا حالة ديال الطفل شنوية أنه إما تكون حالة ديال إنكيماش أو حالة ديال الفرح أنه دائما تعبر بواحد طريقة فيها الانشراح فيها الحرية فيها فيها في أشقيه ثم الحالة ديال الوالد فيها النقد فيها توشي الأصبع فيها تقطيب ديال الحاجبين فيها واحد اللي قغيمات ديال الجدية ديال المسؤولية ولكن هنا تتبين واحد المجموعة ديال السراعات تتوقع لنا كده مرة في التواصل أنه وجود الناس قاسين في القهوة واحد لبس لحالة ديال الطفل يعني مرتاح ذاك الصباح فايق وشرب قهوة مرتاح جاء الصديق دياله لبس لحالة ديال الوالد الناقض مع الصباح الخدماء مع الصباح المرأة فميكي قسونوا بعضياتهم تخيلوا هذك لبس لحالة ديال الطفل يجي تهكم على أي حاجة تتحكي على أي حاجة يجي تشقي الصباح يجي تحكي لها ولا أخر طالع له تدمه مع الصد طبعا هنا القديم يوقع واحد الكونفلي لي هو بصيد هو أنه واحد يلبس واحد الحالة فيها الشراع فيها راحة نفسية ليه حالة ديال الطفل ولا أخر لبس يعني الكنترول لجسم دياله ودعق لياله لبسوا حالة ديال الوالد الناقض فهنا توقع واحد الكونفلي وشيقى واحد السراع في التواصل ودقام هذا توقع بالأزواج بالأباء والأطفال ديالهم بالعائيات حتى داخل تقشغل بين المدير والموظفين هذا الشيء يكون هناك ثقة بعد أنه لا تفهموش تقنيات التواصل والتحولات الفيزيولوجية وكيفش أنها تتأثر على الشخصية قبل قد تسألوني فين هي الحالة الثالثة اللي هي الحالة ديال الراشد هذا الحالة الراشد على شخصية الداخل لأنها تحاول ديال واحد توازن كما اسمها في الويد لأنا ذيكو الأنا هو اللي تعبق التوازن ديال الشخصية الإنسان بين الأنا الأعلى التي مثل القيام والفالور يسمى هلو إيغو يقع ما هو غريزي الطبيعي للإنسان ولكن هذا بقى لدينا المعدلة فهذه الأنا هي الراشد هي مثل ذلك الجاني والعقناني لا تكون شيء واحد يظهر معك بمنطق بارد دم دياله تحلل الأشياء بشكل موضوعي تلبس واحد الأنا اللي منتبطها بالجانب المنطقي والعقناني هذه الحالة تحتاجها في كثير من الأشياء تحتاجها في اجتماع تحتاجها في واحد المكان اللي يجب أن يكون كان الظلم مرتبط ولكن ما ينصلح اللبس دائما لحلات الراشد طبعا كالكال يهد المواقف لا ينصلح أحد يقدمون ونشاط الأخبار وكان يكون مقاذوا يدحالك و وياهم لأن هذه الحالات ينبسوا للأطفال بدون طفولة فيما يتبدو يكبروا معنا ويستمروا معنا هذا ما يقول لأ شئى واحد مفهومه عادي يعني أنه لدينا 3 الفيديا للحلات طفل الوالد و الراشد كما تصبح هي المشكلة؟ أصدقاء قاسين فقهوا قاسين نارشتين ضحكين جاء واحد صديق المنترف قسم عام هما لابسين حالا ديالتابلتي هدرون وكات وضحك كذا واحد اللحظة ليا القاسين مرتاحي جاء هو بدأت يقشبوا عليه فواحد الخطات تقلق يقدر يبدأ واحد القونفلي بسبب السيب وانه هما لابسين واحد اللياتا ومتوافقين عليها بناتهم خامتوافقين عليها شكل غير مباشر ولكن هو جاء واحد اللياتا بشي سيك مختلفة ليا حالا ديال الوالد مثلا الناقد مع الصب مع المرأة مع الصب مع الخدمة هنا هذا الأمر هده هو اللي توقع لنا في كثير من أحيان التواصل اليومي لنا واللي يقعون المشاكل العائلية والمشاكل الاجتماعية او الاكس او انه يكون شي اجتماع جدي الناس في واحد المكان في واحد الوغاية في واحد الاحترام ويجب انتشر الدفاع الطفولي تقضح قريب وحديك تبقى تضرب مع الناس قريب وحديك يعني ما تباني انه في واحد النوع ديال اللعيب او قلة الواقع او انه شيء قريب لك هو تعود لك شخصة هو بغيت تعاطف ديالك هو بغيت متضامن معه انه هو حس بالحقراء مثلا من طرف شيء واحد او محقور مثلا من الخدمة ويجب ان تناقش معه بذيك الجانب العقلاني المنثقة بتقول له لا ما اخذتش كده بمنثقة كل كده هو بغيتش المنثقة وذيك للحظة بغي واحد تعاطف بغي واحد تقدير بغي واحد احتضام بغي واحد اهتمان هاد الكونفلي او هاد السرع اللي توقع هو بحال شي لعبة هاد النوع ديال الالعاب النفسية او الالاعيب اللي هي تتخليص الصراع داخل التواصل او داخل العلاقات الانسانية بخوص هذا الفيديو هاد ثلاثة ساكنين معانا كل هم كان فينا بغيت اولا كراتي وكان في الانسان الساوي وانصاب مريب هادو حالات كينا طبيعي فينا ولكن فين كي المشكلة هو اننا ما تنعرفوش نتصرفو في الوقت المناسب بهم بحاجة نقولو لكل مقام المقال كمقال بنات القدار انه لكل مقال طريقة الحوار طريقة تهدرات طريقة التواصل فالتعلمنا كيفاش نعرفو نتلي قدامنا شنو هو الحالة المسلية التي تهدروا بها والشتفل والراشد والواليد اغلب الاحيان غان نجحو في التواصل سواء كان تواصل اجتماعي سواء كان تواصل مهاني واحتى التواصل العاطفية يعني العلاقات العاطفية غان نجحو فياني اننا غان نفهمو طرق الاخر شكون تهدر معانا باش تقدر نتقدر نخطم واذا يتهدر معانا هاد الفيديو هاده كان مجرد ملخص بسيط لهاد نظرية هذه واذا هاده هاده هما يتخلقوننا كثير من المشاكل النفسية وما بعد غان نشوفوا ما يسمى الألعاب النفسية او الألعاب النفسية تنزلوا داخل المجتمع كما تقول الكاتب ده النظرية هو إيريك بيرن كتاب ده الألعاب يلعبوها الناس كمجموعة الألعاب الألعاب الاجتماعية، الألعاب العاطفية، الألعاب مهنية كل لعبة عندها استراتيجيات مختلفة باش نوصلوا له احد الهدف وانا نحتوه على القيمة حتى لو كانت هذه القيمة سلبية طبعا هذا الفيديو هاده هو مجرد شكلة موجهة حول هذه النظرية انا غنخلي لكم في التعليقات ولا في صندوق الوصف بجموعة ده المقالات كتبتم حول هذا الموضوع لانا كنت انا مهتم بزافة هذه النظرية قرأت مجموعة لكتوب حولها نصحكم بالكتوب ديال محمد طاها كاتب مصري عنده كتاب علاقات خاطرة وكتاب لآبي طاميل فاميكو المشكلة بالكتب هذا هو انه بشي بصصتها النظرية كتبهم بالعامية المصرية يعني نخلط باللغة العربية والعامية بالنسبة للكتوب باللغة العربية كي الكتاب ديال مباريات السيكولوجية ديال عادل صادق رضا تلوح ديال ما رجعه فقنات ديالي تهوه وانا غنخليكم بجموعة ديالفيديوات تقليد انشار بعيدا تنحوض الموضوع هذا ولكن هاد الفيديو كامل هو مجرد نقطة في بحر هذه النظرية انها فيها بزاف ديال تفرعات وبزاف ديال العقاد وشيني اسباب للعقدة لانه هنا مثلا ماذا نتكلم عن هاد الفرضيه هدي تنحلل العقاد النفسية والامراض النفسية من خلال هاد الفرضيه ديال هاد الحالات كل وحده فيهم عنده واحد المشكلة مثلا انسان ينثوائي لما انتوائي لو ما تحررش الطفولة فبالتالي ما قدرش يتوصل مع الناس باش نقدروا نخرجهم هاد الفوائيه دياله خطنا مجلوز نشوفوا شنو هم المشاكل التي حيشها الطفل الداخلي واشتعرض لشي اعتداء واشتعرض لشي احراج واش عندو شي شي صدمة نفسية يعني هنا تتبان بانه النظرياتي تتحاول كذلك تقدم مقاربات علاجية الامراض النفسية كتبوا علم تحليل المعاملات. كانت محاضرة رائعة جداً وكانت أول محاضرة تصنطلنا حول هذا الموضوع في 2012 أو 2013. كانت بداية الأولى التي حول هذا العلم. هذا ما عملك سنعرفه. المحاضرة دي لعدنان إبراهيم متاع علم تحليل المعاملات. كنا في اليوتيوب مقطعة ومقسمين تقريباً تشربة العلاقات وكنا كاملة تقريباً في أشياء ربعات السورية التي يريد أن يأخذ فكرة عامة وشاسعة وفيها واحدة مستفادة حول هذا العلم أو حول هذا النظر يهدي. يشوف هذا المحاضرات. أتباك الله عليكم.